استمراراً لجهود الدولة في ضبط الأسواق وبالتزامن مع احتفالات عيد الأطحى المبارك شن جهازه حماية المستهلك حملات مكبرة وموسعة لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين بالإضافة لمكافحة الغش بكافة صوره ومتابعة جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين بالتزامن مع احتفالات عيد الأطحى المبارك يكثف جهازه حماية المستهلك من حملاته الموسعة بهدف ضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين دائماً الأنشاطة التجارية في وقت العيد بيبقى فاتحة ومعظم الأماكن بيبقى عليها زحمة بنعمل رصد لعملية بيع وتداول السلع بالنسبة مثلاً لنشاط السوبر ماركت بيتم المراجعة على إعلان الأسعار وعلى الفواتير الخاصة بالمنتجات الفواتير الخاصة بالمنتجات فيها سعر بيع المستهلك بنراجع السعر الموجود في الفاتورة بالسعر المكتوب على المنتج أو على السلع المباعة لو فيه مخالفة بيتم تحرير محضر به الحملات استهدفت عدداً من المحالة التجارية وذلك للتأكد من توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع والخدمات إلى جانب التأكيد على التزام التجار بعرض السلع لا تضر بصحة المواطنين جهود مبذولة من أجهزة الدولة تنفيذاً للتوجهات الرئاسية بضبط الأسواق إلى جانب التأكيد على توفر السلع بأسعار مناسبة في مختلف المواسم والمناسبات جرمين إبراهيم التلفزيون المصري